كبيرة جداً فاتورة غالية فاتورة غالية عليهم وعلى العالم كله العالم كله بيدفع الكلام ده بكرة رسل الله فاندرلاين رئيس المفاوضية للحادل أوروبي جاية مصر لقاء مع الرئيس عفتاح السيسي ايه هم جاية غداً 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 بكرة جاية رئيس المفاوضية للحادل أوروبي شخصية قوية جداً على فكرة وبتكلم عن مصر بشكل إيجاب لسه النهاردة كمان بتتكلم قبل الزيارة ومن أسبوع كان مجد صبحي اتكلم معاه وقال التصرحات مهمة عن مصر وعن هذه الزيارة كمان وهتعمل إيه ولقاء الرئيس بيتكلموا على حاجتين مهمين الغاز والقمح الغاز والأمح حبوب مصر النهاردة بكرة بالنسبة عندنا منتدى الغاز المتوسط اللي احنا المقر بتاعه في مصر منظمة غاز المتوسط عندها اجتماع مهم بكرة عشان القصة دي وبعد شوية أوريكم فيديو مهم عن مصر والغاز وربنا بيكرمنا إزاي وهيكرمنا بيكرمنا وهيكرمنا إن شاء الله في هذا الأمر أسعار الغاز النهاردة طلعت 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 بدلا ما كان يعني الوحدة بيتكلموا على أربعة وخمس دولار النهاردة بتكلموا على عشرين وواحد وعشرين تلتة وعشرين وعشرين يعني بتكلموا على أرقام مكنتش موجودة قبل كده فبقى النهاردة كمان إحنا صادراتنا من الغاز تضعفت 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 كنا من سنة ولا من اتنين من سنتين نتكلم على 400 دولار ولا 500 مليون دولار آسف السنة اللي فاتت نتكلم من السنة بالكامل 3 مليار ولا 4 مليار دولار السنة بالكامل 3 أربع شهور اللي فاتوا وصلنا لهذا الرقم الأربع شهور اللي فاتوا يناير فبراير مارس إبريل وصلنا لقرابة 4 مليار دولار صادرات مصر من الغاز بس كرم ولسه يزيد وده أمر كمان مهم لما حدثت تشوف الكلام ده معناه إيه إحنا النهاردة هذا التحرك بالنسبة لنا مع الاكتشافات الغاز مع التجهزات اللي بيتم النهاردة مع أنه مصر تكون مصدر مهم لدول التحاد الأوروب وأيضا للدول اللي يتحتاج النهاردة إلى الغاز المصري والغاز في المنطقة لأنه أنت عندك محطات الإسالة لو بتاخد الغاز بتعمله تحت درجة معينة وتحوله إلى غاز مسال ويتم النقل هذا الغاز بإجراءات معينة إلى دول التحاد الأوروبية أو الدول اللي هي بتحتاج أو اللي هي عايزة النهاردة كله النهاردة بيجراء الغاز هبقينا النهاردة كله بيبص عليك بص علينا طلعوا بيان النهاردة بيتكلموا كمان على على مصر هنقف مع مصر إزاي شوف البيان ده لأنه ده بيان مهم من دول مجموعة السبع مجموعة السبع والدول دي هزي نقول لحضراتكم عامل هذا البيان عشان تتكلم عايزين ندعم مصر في الفترة اللي جاية ولينا يعني في دعم للدولة المصرية هتكلم عنه بالتفاصيل ولكن خلينا برضو زي ما بقول كده النهاردة اليين نزل أديه أقل مستوى لي مع الجنيل السليني نزل العملات كلها يا جماعة بتنزل عملات كلها يا جماعة بيحصل لها أزمات كبيرة جدا نتكلم على دول صناعية دول الأكثر استقرار ما عندهاش أي مشاكل على الإطلاق العملات بتاعتها النهاردة نزلة اللي أن الياباني السليني نزل فالأمور النهاردة ما بقاش حد النهاردة يتكلم الجنيه المصري أكيد أنه بس هو المستثف الجنيه المصري يعني أكيد أنه هو الوحيد عندك الياباني دي تالت دولة